اعلنت وزارة التربية والتعليم ومدخلة بالناتق الإعلامي الأستاذ وريد الجلاد إنهاء جميع استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة في دورتها الشتوية لعام 2016-2017 وقال الجلاد أن التربية أنهت جميع المتطلبات لعقد امتحان الثانوية العامة ضمن بيئة امتحانية متكاملة واختيار المدارس التي سيعقد بها الامتحان واختيار وتوزيع المراقبين على تلك المدارس عدم الضغط النفسي على أبناء الطلبة بهذه المرحلة نعلم أن هذا الامتحان مصيري لكن نرجو عدم الضغط النفسي على أبناء الطلبة أيضا دعوة لأبناء الطلبة ضرورة الرجوع إلى الكتاب المدرسي المقرر دون اللجوء إلى الملخصات والأسئلة المتوقعة والدوسيهات إضافة إلى النوم بشكل مبكر وضرورة أن يكون ليلة الامتحان فقط للاسترجاع بعض المعلومات وليس للحفظ أيضا عدم الالتفاة للإشاعات أن هناك أسئلات ستسرب وأن هناك مواقع تتحدث عن هذا وذاك أيضا وزارة التربية والتعليم ستتابع كل ذلك ولن تتهاون بتطبيق الإجراءات القانونية مع كل من تسول له نفسه بالمتاجرة في مستقبل أبناء الطلبة تم تحديد قاعات والمدرس التي سيعقد فيها الامتحان والبالغ عددها 456 مدرسة اجتملت على 1400 قاعة مغزة على مختلف مدريات التربية والتعليم أيضا تم تكليف الأخوة المراقبين والمصاححين لامتحان الثانوية العامة لهذا العام بلغ عدد المراقبين 13 ألف مراقب إضافة إلى 18 ألف من الزملاء المصاححين الذين سيعملوا على تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة يذكر أن هذه الدورة ستبدأ في الثالث من شهر كانون الأول وتنتهي في السادس عشر من نفس الشهر ويستعد الطلب في هذه الفترة بجملة من الإجراءات والاستعدادات لتقديم امتحاناتهم والخروج بالنتيجة المرضية لهم ولأهليهم لابد من الخوف بدأ لحق المادة بخايف أنه مش تضايل كتير يعني الامتحانات بحاول أني أنجز كل المواد وأمرأ عليها بالدراسة من أول فصل كنت من نظمة وقتي فبآخر شهر مكتير اللحقت يعني بالمواد وبس يعني بضل في توتر مشان الامتحانات وهيك اسمت وقتي بحيث أنه عطيت كل مادة حسب أنه كم تحتاج وقت مثلا الفيزيو الرياضيات خاصة أصلكم وقت أكبر من موادة ثانية الحفظ بخليه خليت المواد الأولية ومشيت بالجدول العكسي من جدول الوزارة يعني آخر مادة خليتها أول مادة وأول مادة خليتها آخر مادة التربية وبدورها وجهت للطلبات المتقدمين جملة من التعليمات والتوجيهات مشددين عن الالتزام بها وذلك لتجنب العقوبات المترتبة على مخالفتها الكل يعني على قدم وصاق والتجهيزات الجميع يعني بيكون في مرحلة استعدادات قوية إن شاء الله طلابنا يعني بشكل عام يعني أنا شايف أنه أمورهم إن شاء الله كويسة وأمور تمام وإحنا منطمنهم يعني الوزارة دائما مع الطالب فبالتالي الأسئلة راح تكون زي السنوات السابقة ما راح يكون هناك أي شيء ممكن يعكر صفو الامتحان أو يكون هناك صعوبة أو إن شاء الله الأمورهم بتكون كويسة بإذن الله رأي أنا نظرتي للطلاب إن إن شاء الله في أفضل حالات التركيز وأفضل حالات الاستعداد المطلوب هدوء نفسي المطلوب التركيز المطلوب عدم الخوف وهي مرحلة مر فيها ملايين من الطلاب السابقين وإن شاء الله إنها تكون مرحلة عادية وكل إنسان على حسب جهده وأكيد النتائج تحصد على حسب النتائج اللي أنت بتكون متوقعها من أدائك الجيد جدا إن شاء الله والممتاز والأفضل لتأخذ أفضل معدل ومرحلة عادية مرحلة ما فيها مشاكل مسألة دراسة مسألة تنظيم وقت مسألة تركيز ليس أكثر وأنا اللي شايف أنه الكثير كثير كثير الطلاب يعني ممتازين وإن شاء الله إلى الأمور وكل التوفيق لكل طلاب أخي لك نصيحة للطلاب أنه الامتحان نمر من ورق هو الطالب لازم أنا بنصحه دائما قبل ثلاثة أيام من الامتحان ما يكله بروتين بس يكل كربوهايدرات لأنه تنتج غذاء الدماغ البروتين غذاء العضلي ينام ست ساعات أقل شيء كمان قبل الامتحان بساعة ممنوع يحكي مع أي طالب ولا يتطلع عايسة المتوقع بهيك بتوتر الطالب بعدين قبل الامتحان بدقيقة واحدة يعمل رينج يقول أنا بدي أجيب من تسعين إلى مئة وعشرة والطالب يدخل بده مئة وعشرة ينصدن بسؤالي بعلامتين بيعرف شعله بنهار بالامتحان بتوتر بالامتحان بفقد عصابه متى ما فقد عصابه خلاص بيكون أداءه كثير سيئة الطالب فلازم يعمل رينج له والوصائل اللي أعطيتك إياها وعلى صعيد المتصل أطلع الأستاذ وليد الجلاد للأردن اليوم تفاصيل التغيرات التي ستطرأ على امتحان الثانوية العامة في مطلع العام المقبل والتي قال أنها ستكون في مصلحة الطالب أقر نظام امتحان الثانوية العامة الجديد والذي سيبدأ إن شاء الله تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 2017-2018 أنا بدي أكد أن هذا لن يؤثر على أبناء الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة طلبة الثانوية العامة لن يشملهم هذا القرار إطلاقا فيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة لدورة واحدة باعتقادي أنه سيكون بإذن الله أخف ضغط نفسي على أولياء العمور وعلى الطلبة وعلى المجتمع بشكل عام أيضا سيكون هناك دورة تكملية الامتحان العام سيعقد إن شاء الله في شهر الخمسة في شهر أيار من كل عام وسيكون هناك دورة تكملية ستعقد لأبناءنا الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في الدورة العامة في شهر آب من كل عام أي بمعنى أننا سنتيح للطلاب الالتحاق بالجامعات مع أقرانهم لن يتأخر الطالب فصل كامل حتى يلتحق في الجامعة بل بهذا الامتحان سيلتحق الطالب مع أقرانه في الفصل الدراسي الجامعي الأول يضاف إلى أن الوزارة الآن تعمل على إعادة النظر بالخطة الدراسية وإعادة النظر بمناهج الثانوية العامة هناك مقترح سيعرض على مجلس التخطيط من خلال لجل التخطيط على مجلس التربية والتعليم قد تأخذ الوزارة قرارا بتقليص عدد المواد التي سيتقدم فيها أبناءنا الطلبة الامتحان الثانوية العامة قد تصل إلى 6 أو 7 مواد تدخل بمعدل امتحان التنوية العامة ترجمة نانسي قنقر